ليه لما السلع دي وبقا ليه السوق علام لان عايز اقوله المؤتمر بتاع دولة رئيس الوزراء المعرضة اتكلم على شكين فيها شك الاول ان يكون بالسلع عليها فأرها وده قرار اتخذ وزير الجموين او التجارة الدخلية منذ عام 18 وهي المفروض ان يكون اي سلعة مكتوب عليها سعر عرف للمستهلك او لو لم يكن موجود عليها يبقى عرف اللي موجود موجود سعر جلب وده امر مسلم فيه وامر كلنا مجتنبين وده بيحصل فيه لعب كتير طالما بنتكلم بصراحة فضل فضل الشكل التاني يمكن اعقد من كلام سعاد السبيل نادر سعاد بالواقل قالك العرض والطلب عرض والطلب بتحكمه سياسات ايه هذه السياسات اللي افتضحها الحكومة سياسات دي عبارة عن سياسات مقدية والسياسات مالية والسياسات تجارية ومنخها ايه واللي بيحكمه في النهاية القوة الشرائية بتاعت المجتمع المتبسلة في المستهلكين دي كلها عوامل اللي بتفرز السعر في النهاية المشكلة اللي احنا بيها النهاردة ان العرض اقل من الطلب العرض اقل من الطلب وده راغم يا استاذ احمد انه الحقيقة وده يحسب للناس الناس بدأت تفكر في فكرة ترشيد استهلاكها بمعنى اه بمعنى كنت تقولك لا انا بطبخة كبايتين رز كنت بارمية طبع اللي بيفضل لا مش حرميه حخليه لا حعمل اقل يعني الناس تماما بتتحرك مع نفسها لترشيد استهلاك علشان توفر وده وده شيء هايل وده جزء من اللي يعني حضرتك اصابتي نقطة موينبة جدا ان احنا فيه صرف كمان لازم نضيفه للكلام اللي انا قلته اللي هو المستهلك تمام في موضوع ان نمص الاستهلاك بتاعه كمان لازم يتغير غير هو اتغير الحقيقة هو اتغير ومحتاج يتغير تاني لكن بدأ بدأ وده كويس اه يعني الى حد كبير كويس وكويس لصحاته كمان اي انما في النهاية اللي انا عايز اقوله لحضرتك ان نقص العرض راجع الى حاجة واحدة بس السياسة النقضية والانقرارات اللي اصدرها المجد المركزي نعم وبالتالي انا ما اقدرش احكمته في نقص عرض وفي حاجة صلح فبالتالي بتغلي البضاعة بغلي مش بغلي البضاعة با احسنة نقص عرض وفي حاجة صلحة 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 صل